السلام عليكم ببنات اليوم سوف نضع لكم نموذج من نموذج السنة الأولى من الابتدائي المادة النشاط العلمي ما سيكون لديهم ما سيكون أسئلة مثلا الأسئلة لا أعرف ما سيكون لديهم أسئلة يعني الدروس التي ستركزون بريدتنا إن شاء الله هما الحواس الدرس الذي قرابه هما حواس السؤال الأول الذي أحيطه بطاقة الجواب الصحيح عدد حواسي اثنان خمسة ثلاثة الجواب الصحيح عدد حواسي خمسة الحواس اللي عندنا عندنا حاسة الأنف اليد اللسان العين والأدن خمس حواس السؤال الثاني هو أصلوا بخط بين يعني كل حاسة عدنا تصاور عدنا الأنف عدنا اليد اللسان عدنا العين وعدنا الأدن وعدنا الصور التحت غاد نديروا السهم في كل صورة مناسبة للحاسة ديالها مثلا التصوير الأولى التصوير الأولى عدنا الشم غاد نصيلو الأنف ثانية عدنا الدوق غاد نصيلوها لللسان الثالثة عدنا اللمس اليد والربعة عدنا السمح للأدن والخميسة عدنا الرؤية للعين يعني عدد الحواس هوما خمسة وكنصيلو كل سهم للتصوير المناسبة ديالو السؤال الثالث هو نشطوع الأشياء التي عندها رائحة كريهة مثل الزبالة عندها رائحة كريهة ويعني على حسب على حسب يعني الصور اللي غادي يكون عندكم الصورة الأولى والصورة الثانية السؤال الرابع عدنا أشكال مثلا يقدروا يكونوا عدنا أشكال مختلفة وغادي نقول لك وحيطوا الأشكال المتشابهة المتشابهة عفوا بخط دائرة يعني نجمعوا كل الخطوط كما راني دائرة لكم الزائد مع الزائد لو الأخضر مثلا مع الأخضر الأزرق مع الأخضر الأزرق الأحمر مع الأحمر والرمادي مع الرمادي وهنا يعني في السؤال الخامس عدنا أضعوا علامة في يعني المدق الحلو والمدق المالح والمدق الحامض وتيكونوا عندنا ثلاثة تصاور تكونوا عندنا ثلاثة تصاور بالتصاور اللي غادي بيينونا غادي بيينونا مثلا الحامض غادي نديرو علامة في الخانة الثالثة المالح غادي نديرو علامة في الخانة الثانية والسكر ما دق حلو غادي نديرو في الخانة الأولى هدو هما الأسئلة اللي عدنا والسؤال السادس والسؤال السادس الذي لدينا هنا هو وستطعبوا على السلوكات التي تضر حواسي السلوكات اللي يعني ما خصناش نديروها اللي غادي نشطبو عليها مثلا السلوك الرابع يعني غادي يقدر يضر الحواس بتاعنا مثلا الرؤية في العاتف لمدة طاولة ستضر بالحواس بتاعنا وهدو هما الأسئلة هدو هما الأسئلة هدو هو النموذج اللي منتاع السنة الأولى بتاعنا المتدائي لمدة نشط العلمي شكرا لكم وما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة